احتفل في دير كنيسة بيت الزيارة لراهبات الوردية في ضبوق بعمان بعيد القديسة ماري الفونسين وذلك خلال القداس الاحتفالي الذي ترأسه سيادة المطران جمال دعيبس النائب البطرياركي للاتين في الأردن حضر القداس عدد من الأباء الكهنة والشمامسة والراهبات وجمع من المؤمنين وفي عدة القداس تحدث سيادته عن سيرة القديسة الفونسين وشفاعتها وكيف استطاعت أن تشق طريقها إلى القداسة والكمال بنعمة الله لما بزور بعض الرعاية التي عاشت فيها ماري الفونسين هي دايما ذكرى عطرة إلها في هذه الرعية نحاول نرى أين عاشت وين سكنت كان في الصلط في يافت الناصر في الزبابة في غيرها مرت هنا القديسة وتركت أثر أصبحت معلمة واهتمت بشكل خاص بتعليم البنات وهذه كانت رسالة الرهبانية نتخيل تعليم البنات في القرن التاسع عشر في زمن اللي ما كانش فيه مدارس ولا للأولاد حتى ولكن لما اهتمامها بتعليم البنات كان إشي رائد فعلا في بلادنا هذه المعلمة أصبحت مدرسة أصبحت مدرسة أولا من خلال الرهبانية الوردية كل ما علمته في حياتها كل ما عاشته ومحبتها لمرم العذراء ومحبتها للمسبحة الوردية أصبحت مدرسة تستمر من خلال رهبات الوردية من خلال الأخويات من خلال كل اللي بحب يصلي المسبحة وبعلم غير يصلي المسبحة وبتيالي هذه هي رسالة كثير مهمة للأخويات إيش تعمل الأخويات اللي بتعملوا رائع جدا بصلاتهم للمسبحة بمحبتهم لمرم العذراء بأنه يعلموا غيرهم هذه المحبة وهذه الصلاة